موسيقى في الآية الشريفة قضى أجلا وأجل مسمى عنده هناك أجلان حسب الروايات في تفسير هذه الآية أجل محتوم هذا الأجل المحتوم فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون هذا الأجل المحتوم هذا القسم الأول القسم الثاني الأجل المعلق يعني شنو الأجل المعلق يعني علق على شرط إن تحقق الشرط يتحقق وإن لم يتحقق الشرط لا يتحقق نحن في الأحاديث عندنا أن الله سبحانه وتعالى عند لوح يسمى بلوح المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت هناك لوح مكتوب فيه التقديرات المعلقة على الشروط إن تحقق الشرط يتحقق إذا ما تحقق الشرط ما يتحقق قدر لزيد أن يعيش ثلاثين سنة هذا في لوح المحو والإثبات لكن هذا معلق إذا وصل رحمه إذا تصدق الله عز وجل يأجل إذا دعا أن الصدقة لتدفع البلاء وقد أبرم إبراما في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر به يهودي وهذا اليهودي خاطب الرسول قال السام عليك السام يعني الموت فرسول الله صلى الله عليه وآله قال عليك الأصحاب قالوا أنه قال أسام عليك يعني ما قال السلام عليك قال أسام عليك الرسول صلى الله عليه وآله قال أنا قلت عليك ما قلت عليك السلام قلت عليك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن حية ستلدق هذا اليهودي كان هو راح يحتطب فالرسول صلى الله عليه وآله بيّن أن هذا سيموت خلال هذا اليوم في المساء اليهودي رجع ومعه الحطب اللي محتطبه مخليه على ظهره فالأصحاب تعجبوا يا رسول الله أنت قلت أن هذا ستلدقه حية ويموت فالرسول قال نادو قال ضع حطبك شال الحطب خلا على الأرض وإذا حية تخرج من بين هذا الحطب تبين فتبين أنه إيه أكو شيء فرسول الله صلى الله عليه وآله سأله قال لماذا فعلت أنت هذا اليوم أروح أحتطب ومعي قرصان من الخبز أتقوت بيهم أتغدى بيهم بالطريق شفت فقير فاحترق قلبي علي دفعت لأحدى هذين القرصين الرسول صلى الله عليه وآله قال أن هذه الصدقة دفعت عن هذا البلاء كان مقدر أنه تلدقه هذه الحية وأنا أخبرتكم بالتقدير الإلهي لكن هذا كان أجل معلق يعني معلق على عدم دفع الصدقة فإذا دفع الصدقة الأجل ينسأ يعني يؤخر صلة الرحم الإنسان يصل الرحم الله عز وجل يزيد في عمره ثلاثين سنة يقطع الرحم ينقص من عمره ثلاثين سنة يعني هذا الأجل المعلق على كل حال المقصود أنه الأمور صحيح كلها بقضاء الله وقدره لكن أكو لوح اسمه لوح المحو والإثبات الآجال المعلقة الأمور المعلقة على شروط أكو في حديث هذا في تفسير البرهان موجود هذا الحديث أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الأصبغ بن نباتة يقول بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم فعاد الإمام فالإمام قال له سيكون شدة إلى السبعين إلى سنة السبعين من الحجرة فيقول الأصبغ بن نباتة سألته وبعد السبعين قال وبعد السبعين رخاء ويمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهذه الرواية أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الباقر يقول تعدت السبعين ولم نرى رخاء الآن الإمام قال له ألم تسمع أن أمير المؤمنين قال ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون الرخاء في سنة السبعين لكن هذا كان مشروط بشارت فلما الأمة خذلت الحسين عليه الصلاة والسلام وقتل الحسين اشتد غضب الله على الأمة فأجل أجل الرخاء إلى سنة 140 وأنتم في حديث ثالث أنتم فتشارط من الشروط ما عملوا به أذاعوا هذا السر كان المفروض أن يكتمون هذا السر أيضا هذا كان في لوح المحوى محوى الإثبات أنه في سنة 140 يكون الرخاء يعني تكون دولة آل محمد صلى الله عليه وآله لكن أيضا ما عملتم بالشروط فالله سبحانه وتعالى أجل بدون توقيت فهسة إذا احنا كنا بالمستوى اللائق الله عز وجل يعجل في فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ما كنا بالمستوى اللائق الله سبحانه وتعالى أيضا يؤجل القضية مربوطة بينا في الآية الشريفة الله عز وجل في القرآن يقول أهل النار يقولون قالوا غلبت علينا شقوتنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول بأعمالهم شقوا يعني شقاءهم ما كان في شيء تقدير حتمي لأن الله ليس بظلام للعبيد يجبر الإنسان يجعله شقيا ثم يلقيه في نار جهنم لا الله عز وجل إنما قدر لهم الشقاء لأنهم أساؤوا ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله والذي يكذب بآيات الله يعني شقي ويدخل في نار جهنم خالدا فيها عموما القضية ترتبط بنا وبأعمالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا نعمة موجودة والإنسان يشكر هذه النعمة الله عز وجل يديم هذه النعمة عليه وإذا لم يشكر هذه النعمة وشكر النعمة بأداء حقها بحق تلك النعمة والاستمرار على النهج القوي إذا لم يؤد شكر هذه النعمة فالله سبحانه وتعالى يسلب هذه النعمة من الإنسان وكذلك إذا الإنسان كان في نقمة في بلاء إذا ما غير في نفسه هذه النقمة والبلاء تستمر وإذا غير ما في نفسه الله عز وجل أيضا ينظر إليه بعين رحيمة لأن الله سبحانه وتعالى هو كريم رحيم أصلا لأجل الرحمة خلقنا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله ما كان يحتاج إلنا وإنما خلقنا ليرحمنا أصلا وطريق الرحمة هو العبادة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون فإذا عبدت يكون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم العلة الأصلية هي الرحمة والطريق هذه الرحمة العبادة الله عز وجل خلقنا ليرحمنا لا لحاجة منه إلينا نحن الفقراء إلى الله وهو الغني عنا ولكن لازم واحد يكون محل قابل لهذه الرحمة وإلا إذا ما كان محل قابل للرحمة الرحمة خلاف الحكمة تكون والله حكيم يعني أفرض مثلا إذا إنسان كريم جاءه فقير يستعطيه هذا الكريم يعلم بأن هذا الفقير راح يجي بهذا المال الذي أعطي الله راح يشتري سكين ويقتل به إنسانا هل من الكرم أن يعطيه هذا المال؟ لا هذا مو من الكرم بل هذا أصلا خلاف الحكمة ويلام إذا الإنسان فعل هذا الفعل مو لأجل أن هذا مو كريم كريم بس ذاك ما إلى قابلية ما إلى استحقاق الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا بس لازم إحنا نكون مستحقين للرحمة وإنما نستحق هذه الرحمة باتباع القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أما إذا ما اتبعناهم ثم نتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا هذا توقع في غير محله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة